بالوقت يا فقش هنلعب مع بعض ماذا لو هسألك سؤال وهيطلع لك ثلاث صور فيهم ثلاث اختيارات ولازم تختار اختيار من الاختيارات دي اوكي تمام يلا السؤال الاول لو ما بقاش فيه غير اغاني شعبي وانت هتعمل دوتو مع واحد من المطربين دول فتختار مين عبدالبسط حمودة ولا محمود الليسي ولا بوسي هعمل دوتو مع بوسي بوسي طب ليه بوسي عشان يعني انتفاهم خلاص بقى اكل ايش بقى وهي يعني ده يطلع ناتج جميل هي صوتها رائعة طبعا ايوة يا بوسي يا جامدة واحلى سعبة وتحيل بوسي طيب لو رجعت بيك قالت الزمن اللي ورا وهترتبط بفنانة من الفنانات دول ترتبط بمين نجلق فتحي ولا مرفة امين ولا نبيل عبيد ناخد نجلق فتحي وساقفة جميلة نجلق ياريتنا انا نجلق فتحي يا رب ليه يا رب ما خلقتنيش نجلق فتحي يا رب ليه يلا طيب لو انت مكنتش محمد فؤال وكنت مغني شاب من اللي موجودين دلوقتي كنت تحب تبقى مين من دول تامر حسني ولا حمائي ولا واق الجسر تامر حسني ولا حمائي ولا واق الجسر تامر حسني طبعا ساقفة نجلق جم تامر حسني طب اشمعنا حمائي حمائي يعني زميل الكفاح مع بعضينا تامر حالة غنائية منفرد تفكرني بنفسي وانا صغير يعني من الاول ما بدأت كده اللي هو انا بغني اللي انا عايزه طيب لو انت رجع بيك الزمن والمفروض ان انت هتعمل فيلم بطولة مع حد من الفنانات دول ساعة خاصة لو هتحطوها هيا دي لا مش مش فنانات فنانين رجال اختار مين محمود عبد العزيز ولا احمد زكي ولا نور الشريف اقسم بالله ما اجاوب لا ايه دا منفعش تلاتة بكل بكل يعني وليها الشرف يعني منفعش حد فيهم متقال فيه كلمة طبعا تحية ومساقفة كبيرة ليهم هم التلاتة بس متحرفش علي تاني بقى يا بخش بقى انت بتضغط علي يا جامل قوي بصي للصورة لا معاك حاقب صورة بصي للصورة يحيا ولا محمد رحيم ولا عمرو مصطفى دا وليد سعد طبعا الجامل جدا وليد سعد وتحية لك فجر طبعا طبعا وليد سعد هو حساس كده زي جدا دا بليخ حمدي الوطن العربي صح دا حقيقة مش كلام وليد لو قيسنا نجاحاته هتلاقي وده ما يقللش خالص من نجاحات الاخرين اللي موجودين دول لانهم ليهم علاماتهم الكبيرة والجيدة خاصة أنا عمرو مصطفى يعني صح بأمانة عمرو مصطفى أنا شابوه ليه في الفترة اللي فاتي دي كلها هو أكتر شاب كان متحمس بيعمل أغاني وطنية وقدم الأطفال في مناسبات صح وطنية وبحيي عليها جدا جدا وهاي حد يقول فيه غير كده يبقى بيظلموا ويبقى صح بحيي بجد هيا جديدة لعمرو مصطفى الجميل وليد سعد بقى بتاع يعني دا أنا لو حبيبك ويمة يا نور عناية ويعني دا عسى دا 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 حيت إحساس صح نفيش كلام في وليد وصوت صوت حساس جدا جدا ولكن هو ظلم الصوت دا وصاد إن هو يقدم ألحان ألحان وتجارب لأصوات كتيرة جدا منهم محمد فهدي صح طب قولي بقى لو نفس الموضوع بس بقى الشعر بتختار مين الشاعر برضو اللي تسلمني نفس أه لا والله قابلت شاعر بقى تغنيل وتروح حياتك مين أمير طعيمة ولا أي من بهجة أمر ولا خالد تاج الدين خالد تاج الدين مش تخلتش معانا يعني مع احترامي الكامل ليه طبعا معا بس معا ما تقابلناش قبل كده إنما الاتنين التانين دول بقى يعني ما أنا قصير جايبالك الثورة عشان عارفة أنا أحطك بين أيمان وأمير أيمان وأمير أيمان عمل معايا آآ خطوط حمرة آآ للتتر بتاع الساقة الله أمين يا رب أمين يا رب العالمين للشيخ الشعراوي يعني عمل معايا أول تجارب ليه كان دمعتين الله في ألبوم حبينا زمان لا وليد ايمن باجة امر مش حد عادي بالنسبة لي صح يعني من اسباب نجاحات محمد فؤاد ليه فضل كبير في تاريخ محمد فؤاد امير تقيمة هو المجدد لمحمد فؤاد وعاش معايا سنتين ولا سنة ونص بنعمل في الابوم ابن بلد وبعدي كان قصيلي اصلي وحد من اريح الناس اللي اشتغلت معهم في حياتي وتحية كبيرة جدا للشاعر ايمن بهجة امر طبعا وامير تقيمة طيب قولي لو هتعمل دوتو مع مطرب قديم وده سؤال صعب تختار مين من الفنانين الكبار دول شفت انا شاورت وطلع هناك عليو انت حاسم والله وطلع هناك هاو يعني عبدالوهاب ومحمد فوزي لأ هلوين جدا طبعا طيب عبدالحليم 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 وفوزي وسعفة ده 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 يعني ماقدرش عليه خالص يعني أصلا عبدالوهاب خالص دول سهلين بساطقة يعني زينا كده انما ده حرم كبير مع وماما زمان هنجية وهنا الحلوة حياته وروحه واقوله ايه نا يفسحك معاه في اي حتة وتخرجه مع بعض مبسوطة وحبه مع بعض وده يهزر ونبقى يعني يبقى تحية كبيرة للفنان العظيم عبدالحليم حافظ لو كنت ممثل كوميدي وانت أصلا كوميدي وعسل يعني بس لو كنت ممثل كوميدي بقى من اللي هو اللي احنا شلناهم من جسمك بقى كده وبقيت حد تاني تبقى مين من دول اسماعيل ياسين لا مجداد ميكي ولا سعب ولا هنيدي كوميدي كوميدي لا يعني دول يعني دول معاديين في الكوميديا مراحل محدش يعرف ايجابها كممثل عادي وانت هتبقى واحد فيهم اه يعني اه اه انت هتعيش قصة حياته عادة اللي في النص ده محمد سعب كارسي ده وتحية كبيرة لمحمد سعد العسر ماشاء الله يعني يعني انا بقي لي اتنين بس يكلمونوا باصحابي لا انا المهم ان انا موجودة وحبك ده بالدنيا وبعدين ده افتراض اللي يزعل من الافتراض يبقى عنده اعتراض احنا مالنا بيه ما علينا طيب لو هتختار واحد من دول يبقى هو نقيب الموسيقين ما تختار من امام عمير اعيد ودلي عبدالباسط همودة ودلي اكا وقرتيجا يا انا هرازه بس خدي بالك بقى مش كلام عباسط فنان كبير قوي فنان كبير وموسيقيا ده يتمزيك دير انا بعتبر دايما الشغل النقابي بياخد الفنان من شغله الحقيقة فبيتظلم كفنان هو ممكن ياخد الصفة دي شرفية يبقى حدي بيدير الحكاية دي عشان هو يبقى بيخلي باله من شغله ده ما يمنعش ان وجود الستاذ هاني شاكر بقيمته باسمه في هذه المكانة انا سمتها انتحار كلمته فمرة وهو داخل في الانتخابات وبتقول له ده انتحار وتشكر عليه المسقين مصر لابد ان يشكروك عليه انت قيمة بالنسبة لنا كبيرة جدا جدا فمعنى ان انت تفضي نفسك للهم ده يعني انت كده بتحط يعني تاريخ فنان بنعتزي بيه كلنا على المحاك يعني اه ومتشكرين وكلنا هنقدر لك ده وربنا عينة كان فهي هي مهمة لفنان اه الناس اه عايزة اه لابد انها تبقى شرفية ويشوف شغله يعني هو صحة طيب يعني برضه يبقى مين فيهم اعتقد ان عبد الباصد اعتقد ومبروك على عبد الباصد حمودة نكابة الموسيقيين ألف مبروك يا سعد النقيب وياريت بقى حتك تدينها تصريح نغني كده اغنيتين ولا حاجة بقى خلينا نجلجل وندندن يلا نروح السؤال اللي بعد فيه لسه لو هتعيش على جزيرة اه فضل ثلاثة سؤالة ايو كده لو هتعيش على جزيرة لمدة سنة كاملة فضية ومفهاش حد غيرك انت ليه وحد كمان اين اختار مين بقى يبقى الحد ده غدى إبراهيم ولا عيشت كلاني ولا سمن مصري يقسع الدعك العسل خلاجي خلاجي بسراح عيشت كلاني وتاهي يا جزيرة عيشت كلاني طبعا طب ده أحلى ده تبقى أحلى سنة في الدنيا طبعا لو انت بالحب يخفت الدم اه طبعا وفرق معك الروح كفاينا بقى يعني اه يعني نروح كفاينا مزز بحك طبعا قللي الممثلة الأنجح في الجيل الجديد في البناء مين من الفنانات دو منا شلبي ولا دنيا سمير غانم ولا زينة متحكي 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 ده فخ فخ يا فاجح انتو مصممين تخسروني لا خالص والله ده فتران اه فتران مفاجأة أعمل مهمة عليها طيب لا 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 بعد الشرف ثلاثة والله هم التلاثة حلوية بس لو عايز رأي وزقي اخليك انت تختار لا 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 انت بختاري لي انت لا لا انت اللي تختار لو والله أبدا ده انت بفنا اغلى حاجة عندي لا وحيات غلوتك عندي انت اللازم تختار بس انا اقولك ان هم كلهم عسلات بستخير الأمور الوسط وانت فهم بقى يا موافقك خلاص موافقني؟ مين؟ الوسط مين؟ بلدتي لازم تقوه دنيا دنيا طيب السؤال اللي قبل الأخي لا كفاية دون بقى خلاص قبل الأخي نعم نعم هو فضل واحد فعلا ما اغسر طيب قول لنا هتشوف التلاث قسامي اللي هيتلعوه لك على الشاشة عمر دياب هني شاكر ومحمد مونيش على مدار الزمن يعني هم دول اللي فضلين مين؟ يلا بقى هدول الأصحابي بقى يعني ايه اللي هو يعني متواصلين بقى انت عايزين تجيبوها يعني لا أنا عايزة عارف بقى انه على مدار كده مشورك الفني وبشورهم الفني كنت شايف ان مين في الفنانين الكبار دول اللي كان بينفسك في مشورك الفني بينفسني والله يعني وطبعا منافسة دي حاجة كويسة يعني مش حاجة واشة ده بالعكس بتخلينا نطلق أحسن من عندنا يعني طبعا بس والله مش مش منافسة لأننا بفرح لكل حد فيهم بنجاحاته دي حقيقة والله يعني وجودهم هم التلاتة مهم جدا ونجاحاتهم هم التلاتة هم مشرف لمحمد فؤاد ولغير محمد فؤاد طبعا لاي فنان في مصر يعني عمر قيمة كبيرة جدا أستاذ هاني شاكر وأستاذنا كلنا أستاذ محمد مونير أستاذ أنا وعمري دياب برضو وأعتقد ان عمر دياب هو الصديق اللي بعتزي به جدا 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 عشان بدأنا مع بعض ومشينا مشوار طويل هو كافح فيه وأنا كفحت كل واحد على قدر إمكانياته وربنا وفق كل واحد فيه حسب جهده يعني أنا تعجبني صراحتك جدا وطبعا سقفة وتحية كبيرة للهضبة تلاتة كمان يعني الهضبة عمر دياب وليهم ومه التلاتة بس طبعا احنا كده عارفنا ان كانت المنافسة ما بين عمر دياب ومحمد فؤاد والحمد لله ان المنافسة دي طلعت لنا أحلى الأعمال اللي احنا بنستمتع بيها لحد دلوقتي وتحية ليهم كلهم طبعا آخر سؤال بقى بص السؤال ده حلو بقى وهيطر علينا القعبة انسى بقى اللي فاد ده كله مش هتخسر حد تاني الحمد لله هنفترض ان محمد فؤاد غير متزوج ولا عمره كان متزوج شغيل والفنانات اللي هنشوفهم مره مقدور عليها ان راضيها بالزبط لو على زبط ما دي اللي فاضلة بقى كده مفيش لبيت وعلى حاجة خارج مترقش لبيت شي جيل انا بقى شي جيل ماشي الحسار كله الخطة كده الحسار كله ما دي خطة بقى عشان كشة مالك بقى فهتروح فين يا فوق قولي دلوقتي زي ما قلت لك انت غير متزوج تماما ولم تتزوج من قبل والفنانات دول غير متزوجين ولم تتزوجهم من قبل ولازم تختار واحدة منه هتختار واحدة وقدامها التانية مثلا هتطيرها هتطلع لك واحدة غيرها هتفضل تختار كده الحد بشوف مين لغا بتطلع لي فين اخر حد اللي هتكمل معي لوا ما او الله دي حلوة او جهت عدد حلوة دي جميعا يال لبنلعب يا جميعا ايوة فما بين نيكول سابة وشيرين شيرين شيرين تكسب معانا بس مش سريع السريع يالا اهو وما بين شيرين وامال ماهر شيرين برضو ولسه شيرين مكملة معانا وما بين شيرين وميريام فارس اهو اللبناني دخل بكوة بعد اهو دخل برجلو اليمين وايه زعليش اشريع معلاش يا شيرين وميريام فارس طيارة شيرين ولسه دلوقتي هنشوف ما بين ميريام فارس وانغام نعتزل لانغام نعتزل لانغام نعتزل للفنانة انغام عشان يعني لا ده هو افتراض بس يعني اللبناني لسه مكملنا عشان بس يعني عشان يطر علينا الاعلى الوحدة العربية الوحدة العربية يعني انغام مش هزعل مننا اه طبعا طبعا نقلها شويه طي وما بين ميريام فارس ونانسي عجرم وكدا تنيل لبناني دخلوا في المسابقة والدنيا عينية قوي نانسي عجرم ويشة علطول اهو عبايا نانسي طي نعتزر لمريم نعتزر لمريم طبعاً تريح شوية ما بين نانسي عجرم وماية زياب اهو كده المنافسة اشتدت بقى واحتدت والوتد شد قوي صراحة يعني؟ مية وتد جامد خليبان انا عارف والله العظيم يعني انت داخل على صحبتي جداً وجلعة جداً وانسانة رائعة اي نانسي عجرم بقى بعد بقى صحبتك كبير ودلوقتي الجولة النهائية وبعد ما اختارنا نانسي عجرم بقى دخلنا بقى في الشديد قوي نانسي عجرم وهيفة وهبي نانسي عجرم وهيفة وهبي نانسي عجرم هيفة بتطير الكل اي هيفة بتطير الكل بس انت سيدي الكل بقى فشوفت اختار مية صعبة صعبة بجد هو بصي عيفة صحبتك جداً واحنا صحاب جداً بجد بس انت ستيلك نانسي وراعه وقعقه شكلك ستيلك نانسي دي عسل هو مشكلة نانسي انت حبيبها مش حبيبها كمان يعني هطلعت يعني قالت انا ما بسمعش غير محمد فائد انت حبيبها هي قالت في مرة طب انا ما بسمعش غير محمد فائد يا حبيبت ربنا خليتك ايه بقى لازم اشيلاك جميلة على رأسك طب ما انا كمان وانت مش حيلك جميل حيلك طبعاً حط صورتك طبعاً حط صورتك بقى طب نزلولنا صورتي بقى عشان هرشاش هتضل لا بعد ينفع الاتنين لا لازم واحدة نانسة نانسة وكسبت نانسي عجرم قلب محمد فائد ونقول لها ألف مبروك على الجوازة وإن شاء الله في انتظار الحادث السعيد يا فقش انت عسل وبما انك انت يعني كسبت لازم تغنيلي يهة عنية تغنيلي ايه يا أصيلي أصلي يلا بينا يا فقش يلا بينا أوبا فر أي 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 لازرق يضر يخليني لحظة فكر ونقلب عليك واتغاية مش انتلل وتنساك يا قصير يا قصير والله لو غيرك يا قصير زي ما انت عادلت أصلك معها أكيد عادلت أصلي يا قصير يا قصير